موسيقى مجزا لأهم الأنباء من قناة عدن الفضائية أهلا بكم بعث فخامة رئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة لنظيره التونسي الباجي قايد السبسي هدأه فيها بالعيد الوطني لبلاده وعبر رئيس الجمهورية في البرقية عن خالص التهاني وأطيب التبركات له بهذه المناسبة الوطنية متمنيا لفخامته موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب جمهورية تونس الشقيق مزيدا من التقدم والإزدهار أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الرقن علي محسن صالح الأحمر على ضرورة تعزيز مفاهيم الوسطية والاعتدال في أوساط اليمنين والتمسك والدفاع عن مكتسبات الوطن ومبادئه والعمل على إرساء قيم الدولة والنظام والقانون وشدد نائب الرئيس خلال لقائه وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية على مضاعفة الجهود في استعادة مهام الوزارة وأدواتها المختلفة والاهتمام بتعزيز الوعي المجتمعي بمبادئ الإسلام السمحة ورفض العنف والغلو والتطرف والتمسك بالنظام والقانون والعمل على تحقيق الأمن والسلم المجتمعي أكد نائب رئيس الجمهورية الفيق الركن علي محسن صالح خلال لقائه اليوم محافظة صعدة هدي طرشان الوائلي وعدد من وجهاء ومشائخ مديرية باقم على أهمية دور المكونات المجتمعية والقبلية بمحافظة صعدة في تحرير المحافظة ودحر الإنقلابين وبسط سلطة الدولة واستمع نائب رئيس الجمهورية لمستجدات الأوضاع في المحافظة وما يعانيه أبناؤها من انتهاكات ميليشيا الحوثي التي تحتل المحافظة مشيران إلى الخطوات الكبيرة التي اتخذتها الشرعية تجاه المحافظة من خلال استمرار عمليات تحريرها التي انطلقت من مديرية علب والبقة وتحقيقها الكثير من الإنجازات كما شاد بانتصارات وتضحيات منتسبية الجيش الوطني بدعم من دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في جبهات محافظة الصعدة ومختلف الجبهات والتي يسطر فيها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ملاحمة بطولية استقبل رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في قصر المعاشيق بالعاصمة الموقعة عدن المدير القطري للصندوق الإنمائي للأمم المتحدة سيد أوكا أوتسما الذي يزور بلادنا حاليا للإطلاع على الأوضاع الإنسانية والمعيشية في بلادنا وفي مستهل اللقاء رحب رئيس الوزراء بالمدير القطري والوفد المرافق له متمنيا أن تكلل زيارته بالنجاح بما يسهم في التعزيز وتوطيد العلاقة بين البلدين والبرنامج الإنمائي في دعم الأمن والغذاء ودعم عادة تفعيل كافة مؤسسات الدولة بما فيها النيابات العامة والقضاء والأمن والبحث والتحري وجوانب التعاون المشترك الأخبار الميدانية والبداية من تعز حيث لقي أكثر من 11 من ميليشيات الحطي وصالح انقلابية مصرعهم عصيب العشرات في مواجهة عنيفة اندلعت جنوب مدينة تعز وقال مصدر عسكري أن عناصر الميليشيات الانقلابية حاولت التسلل إلى محيط جبل الرضع بجبهة الأقروض وأجبرهم الجيش على التراجع والانسحاب بعد مقتل العديد منهم وضاف المصدر أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من التصدي لهجوم عنيف شنته الميليشيات على قرية السيار بجبهة الصل جنوب المدينة جرت على إثرها اشتباكات عنيفة تكبدت خلالها الميليشيات خسائر كبيرة قتل 12 من عناصر ميليشيات الحطي وصالح الانقلابية بقصف لقوات الجيش الوطني بجبهة البقع في محافظة السعدة ذكر مركز السعدة الإعلامية أن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات ومواقع الميليشيات في ميمنة عمود السعر آخر معاقل الميليشيات في البقع مما أدى إلى مقتل 12 عنصرا من عناصر الانقلاب وأشارت إلى أن مقاتلات التحالف العربي شنت غارات مكثفة على مواقع وأهداف الميليشيات الحطي وصالح الانقلابية في مديرية مجز والبقع وكتاف والظاهر بالمحافظة اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحطية وصالح الانقلابية من مدينة صنعا باتجاه جازان السعودية وقالت قيادة التحالف لدعم شرعية في اليمن في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية نهاية المجاز في أمان الله اشتركوا في القناة